لأن الناس هواي منتظرين منك أجوب إلي أسألتهم كان نحكي الأمور مثل ما هي أنت تم خطبتك من شخص ماشي انتعالنا من هو ولادة نشرين شكله أو اسمه أو أي شي كانت خطوبة بدون تفاصل طبعاً بس تقليدي كان الموضوع موضوع تقليدي لأنني أصلاً حشيت لك قلت لك أنا عرفت فترة جداً قصيرة إحنا لك راح اللقاء فحشينا من جديد أنا عرفت فترة جداً قصيرة والموضوع صار بسرعة وصار تقليدي تقريباً خطابة قبل من أهلك خطابة نير أسانة وصارت الأمور صارت تكون مشكلة تسربت صورة بيوم الخطوبة وحدة من المعازم سربت الصور نزلتها تقول أنه عن غير قصد وسببتنا مشكلة لأنه إحنا مناوين نعلن بسبب ظروف تخصى للشخص هذا وخلاص انتهى الموضوع يعني سبب فسك الخطوبة هو تسريب صور تسريب صور الخطير وأتمنى ما يأخذ بعض من أدنا هذا الموضوع وقت أكثر ولا نوقف عليه ولا نسأل ولا نفوت بتفاصيل أنوياتش بس أنتو بس خطوبة ماكو زواج لأنه أكو ناس عوالها أنه أكو زواج لا لا ماكو زين هواي ناس بالهم في سيناريو معين الموضوع مثل الترند اللي تسوي بينكم واتفاق بينكم ليش هو شخص معروف حتى يسوي ترندويا ليش أنت صامتة كل هاي الفترة؟ يعني مرت كم أيام سمعنا من الطرف الثاني بعض التصريحات وطلع بأكثر من الفيديو حيشة وجهة نظره أنت مش في نالج غير بوستات بسيطة وتلميحات بدون ما تحكين بالموضوع سؤالك إنه ليش آني ساكت صدمة وحكمة الإنسان يتعلم وما حد يتعلم من بلاش سكوتي صدمة وحكمة شنو صدمت شعاشتي كل شو صدمني صدمتي بالطرف الآخر صدمة وحكمة فقط تم فسك الموضوع تماما انتهى الموضوع من حياتي وراح واعتبرتها مشكلة صغيرة صارت وخلصا انحلت ممكن انحلت بطريقة صائبة ممكن انحلت بطريقة خاطئة تركت الموضوع ما وقفت عنده وأتمنى ما حد يوقف عنده وما حد يتصيد بالماء العكر وأتمنى الناس تنسى الموضوع اللي صار وتتجاوزه لأنه بالنهاية يعني هذا شي خصني واني ما شنت رايدة يطلع للعلن وطلع للعلن يعني الشخص يجا وصور وطلع الموضوع للعلن فما ريد يعني اوقف هنا بعد ترجمة نانسي قنقر